أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معيش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم ورسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فهازلنا من السماء ماء فأسقينا كموه فأسقينا كموه وما آتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علم المستقدمين منكم ولقد علم المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمع مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للبلائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمع مسنون فإذا سويتم ونفخت فيه بروحين فقعوا له أساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمع مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط عليهم مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لم وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبأ عبادي أندي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلهم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الخابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم مهاكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيهم ترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقهون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وهو وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطع مصبحين جاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيت وبصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسمح بحمد ربك وكن من السجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر